أحمد يمكن مباراة صعبة على فكرة مباراة مهمة جداً والنهاردة أكيد الحلقة فيها تفاصيل وكوانيوس ولقاءات يعني برضو خد بالك من حسن حظنا أنه قرأة المونديال حطتنا في خلينا نقول تطور تدريجي لمستويات الفرق اللي بنقابلها كلهم أبطال كلهم فرق محترمة جدا لكن خلينا نقول أنه مواجهة أوكلند غير مواجهة سياتل وان شاء الله لو ربنا أكرمنا بكرة وقدرنا نتجاوز سياتل هنروح لمواجهة الريال وهنا نقدر نقول أنه سنة بسنة أو التطور خاص بمستويات الفرق التي توجهها على مدار طبعاً مشوارك في البطولة وده كله شيء ممكن إلى حد ما يخدمنا اللي ما يخدمناش واللي من الظلم البين يعني دي حقيقة متفق عليها دائماً هو نظام البطولة يعني ما يفعش نادي بطل قرأ أو ممثل لقرأ يشارك في البطولة من أولها فيخد مواجهة ثم يخد التانية لغاية لما يوصل للدور قبل النهاية فيجي الفريق وخصوصاً بيكون فريق كبير جداً إما بطل أمريكا الجنوبية وإما بطل أوروبا بيجي جاهز ومرتاح ومحدر نفسه بشكل كبير جداً وفريق تاني منهك فيه بدأ مشوار البطولة في المباراتين في أقل من أسبوع وبالتالي بيبقى فيه فكرة عدم تكافؤ الفرص لحد كبير ده عبرز النقاط اللي ممكن تكون في عدم تكافؤ الفرص نفترض مثلاً لو فريق عنده لاعب تعرض مثلاً للطرد خد كارت أحمر مباشر ممكن ما يلعب حي مبارات اللي تدوره النصف النهائي في مقابل بطل أوروبا أو بطل كوبا لبرتادورس أمريكا الجنوبية بيجي بالقايمة السكواد بتاعه الكامل الـ 23 لعب في مبارات نصف النقاط حتى تسجيل القايمة يمكن برضو الأمر مرتبط بتوقيت مباراتك يعني أنت مثلاً ريال مدريد هيلعب المباراة يوم 8 فبراير طب 8 فبراير يسجل القايمة إمتى 6 فبراير الأهل عشان يسجل قايمته وسجلها 30 يناير فالأمور أكيد طبعاً نفهاش تكافر فرص في أمور عديدة جداً نتمنى بقى أنه مع النظام الجديد وأعتقد أن الفيفا مدي اهتمام أكبر للبطولة أنها تظهر بشكلها جديد كان مخطط على فكرة وكان فيه أخبار بتقول أنه بيحاول يعمل النظام الجديد في السنة دي لكن يبدو أنها تكون خطة مؤجلة يمكن للسنوات القادمة لكن أعتقد في حالة وزيادة عدد الأندير 24 نادي قصة هتبقى غير ونظام البطولة هيبقى مختلف تماماً صحيح هو تقرر خلاص رسمياً يمكن مجلس الفيفا على هامش كاس العالم في الدوحة خد قرار رسمي أن الموندياليته بقى بالشكل الأكبر 24 نادي هيكون في نسخة عام 2025 وساعتها تبقى أخناقة كبيرة من اللي يتأهل من دور السوبر ولا من دور أبطال إفراقية صحيح لنقول الأحوال بس خليني أقولك أنه يعني أنا حابب أبتدي النهاردة معاكم برسالة وبحقيقة الرسالة خليني أعجل رسالة خليني أتكلم بالحقيقة الحقيقة أنه مكاسب الأهلي من قبل مواجهة سياتل ساوندرز كبيرة جداً يعني إحنا فاضل على المباراة قل من 24 ساعة والفريتين لسا ما نزوش أرض الملعب ورغم كده المكاسب اللي حققها الأهلي من مواجهة سياتل ساوندرز كبيرة يكفي أن أنا أقول لحضرتك أنه وانتوا عارفين أنه اسم الأهلي في السنوات الأخيرة ومع مشاركاته المختلفة وإنجازاته المتعددة في بطولة كاس العلم للأندية قدر يقابل كل أبطال القرارات تأريب وقدر يحقق أفوز على كل أبطال القرارات زي ما تكلمنا مباراة أنا ومحمد باستثناء قارة أوروبا ردود الأفعال على ده شهرة اسم الأهلي في القرارات دي البراندنج الخاص باسم النادي الأهلي لابل النادي الأهلي في الأماكن دي بيرتفع بشكل كبير جد وانت النهاردة كل وسائل علام في أمريكا الشمالية وكل وسائل علام في الولايات المتحدة الأمريكية بتتكلم على الأهل المصري من قبل بداية المواجهة أول مواجهة رسمية بتجمع بين فريق من مصر وفريق من أولايات المتحدة الأمريكية هي مباراة الغد إن شاء الله اللي هتجمع بين فرقتين فهنا نحن نتكلم بعيدا عن الكرة شوية أنه ما كسب الأهلي من المشاركة في البطولة وده شيء يمكن مرتبط بالرسالة اللي هتكلم فيها بعد شوية يعني كبيرة جدا على فكرة جزء من تعظيم العلامة التجارية أن اسمك بينتشر في كل مكان في العالم لما تتحدث النهاردة الصحف الأمريكية على اسم النادي الأهلي ومكانة النادي الأهلي وعلى فكرة وكمان تكلموا على شعبية الأهلي وجماهير الأهلي ده بيساهم بشكل كبير في تعظيم من قيمة ومكانة العلامة التجارية وده بيبقى لي بقى أبعاد تسواقية في المستقبل أكيد بشكل كبير دي الحقائق ولكن الرسالة الرسالة بقى الحقيقة أنا أحباب أتكلم فيه يعني طبعا الناس اللي بتحاول تسطح أو تسفه أو تقلل الآن كان المصطلح يعني من قيمة البطولة ومن مشاركة الأهلي في البطولة أنا للحقيقة مش معني تماما بالرد على الناس دي أنه يعني عقلياتهم بتدل على اختلال واضح وصريح لكن أنا اللي يهمني أكتر الرسالة للناس اللي ممكن الأشخاص دي والعقليات دي تكون بتأثر فيهم عمر أبدا عمر أبدا ما كانت مشاركة أي نادي مصري مش بتكلم على أهلي بس بكلم على أي نادي مصري حتى بما فيهم الأندية المنافسة لنادي الأهلي خارج حدود مصر مكان التعامل معها يتم بفكرة الحقد والغير الناس اللي بتحاول تقلل من إنجازات الأهلي اللي اتحققت على المستوى العالمي لو كان الأمر بيدي طبعا أنا الناس دي كنت منعتها من الظهور على أي شاشة أو من الحديث في أي ميكروفون لكن في الأول والآخر اللي يهمني هي القاعدة الجمهورية اللي ممكن تكون بتتأثر مده لأن احنا طول عمرنا تعودنا على أنه أي فريق بيلعب في أي بطولة برى مصر هو مش بيمثل نفسه مش بيمثل جماهيره هو بيمثل عالم مصر وبيمثل جمهور المصريين والدليل على كده عشان نفهم الفارق بين أنه الرياضة ممكن يكون فيها غيرة غيرة صحية وممكن يكون فيها منافسة حقيقية وبين فكرة مشاعر الحقد والغير جماهير مصر بشكل تلقائي بدون محد يتفحها وسائل العالم في مصر بشكل تلقائي من غير محد يديها تعليمة اتحركت وسندت وفرحت من قلبها بجد لمنتخب المغرب الشقيق وهو بيشارك في بطولة كاس العالم للمنتخبات وكان حقيقي ده ناتج نتيجة حب حقيقي واهتمام حقيقي ورغبة حقيقية في أن منتخب المغرب يكمل لغاية النهاية لو كانت هنا اللي بتحركنا دوافع الحقد والغيرة كان أبدا ما كنتش هتشوف المشهد ده في الشرع المصري فأرجوكم علموا اللي جاي علموا اللي بعدكم أنه أي فريق بيحقق إنجاز خارج حدود مصر هو بيحقق الإنجاز ده للرياضة المصرية والمصر كلها مش بس لجمهور دي رسالة مهمة جدا لأن الحقيقة الناس دي أصبحت صوتها عالي جدا وأصبح منتشر جدا الكلام أو المنهج ده والطريقة دي والعقلية دي في التفكير وأنا متأكد للأسف شديد أنه لهم حجم تأثير على الأجيال اللي جايوا على طريق التفكير